احمد علي صالح يتسبب باعتقال المواطنين وسط العاصمة صنعاء اختطفت جماعة الحوثي اليوم عددا من المواطنين واصحاب السيارات والباصات والدراجات النارية على خلفية رفعهم صور احمد علي عبدالله صالح العلم الوطني الجمهوري بالعاصمة صنعاء ومنهم الطفل محمد العيزري البالغ من العمر خمسة عشر عاما واكدت مصادر اخبارية من العاصمة صنعاء ان الحوثيين اختطفوا محمد العيزري واخرين بعد ان رفعوا صورة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام احمد علي عبدالله صالح العلم الوطني الجمهوري على زجاج الباصات والسيارات وفوق الدراجات النارية وذكر مصدر اخباري ان محمد العيزري واخرين تعرضوا للاعتداء والاختطاف من قبل عناصر جماعة الحوثي الذين نهبوا باصاتهم وسياراتهم ودراجاتهم النارية المصدر الاخباري اشار الى ان عراكا نشب بينهم بسبب الصور مما ادى الى اختطافه واخرين معه ولا توجد اي معلومات عنهم حتى هذه اللحظة